أنبى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقار السمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور حفل التخرج السنوي السابع الذي نظمته الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية حيث تم تخرج أكثر من ثمانين طبيبا وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأهالي الخرجين وممثلين عن الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين الطبية وبهذه المناسبة نقل سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة التهاني وتبركاتي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إلى الخرجين وعائلاتهم وتمنيات سموه لهم بمزيد من النجاح في مسيرتهم المقبلة وأكد سموه أن القطاع الصحي والطبي في المملكة يحظى باهتمام كبير في خطط وبرامج الحكومة لما لذلك القطاع من أهمية في تنمية الإنسان الذي يعد الثروة الحقيقية التي تحرص البحرين على الاستثمار فيها وأضاف سموه أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر يحرص دائما على دعم ومساندة جهود تطوير القطاع الطبي على كافة المستويات وذلك من خلال رؤية شاملة للتطوير كما كما وكيف سوع من خلال التوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم أعلى الخدمات الصحية والعلاجية أو تطوير التعليم الطبي عبر الاستفادة من كبريات الجامعات والمعاهد الطبية العريقة في العالم أو من خلال استقطاب أبرز المؤسسات الطبية والصحية وكبار الأطباء في كافة التخصصات إلى البحرين للاستفادة من خبراتهم وأكد سمو أن تعاون المملكة مع الكلية الملكية للجراحين في إرلندا أسهم في تخريج كوادر طبية وتمريضية بحرينية ذات مستويات عالية من الكفاءة والتميز ومؤهلة وفق أحدث النظم العالمية في هذا المجال وهما من شأنه أن يسهم في تحقيق نقلة نوعية على صعيد الرعاية والخدمات الصحية والعلاجية في المملكة وأشهد سمو بالكلية الملكية للجراحين في إرلندا العريقة وجهودها في تنمية القطاع الطبي والصحي في المملكة من خلال ما تحضر به من خبرات وكوادر ذات كفاءة عالية معرفا سمو عن خالص التهاني والتبريكات للخرجين على ما حققوه من نجاح متميز يعكس مدى حرصهم على تحقيق تفوق يعزز من مكانة البحرين وصمعتها الطيبة في المجال الصحي والطبي من ناحية هنأ سيد دي كلان ماغي رئيس الكلية الملكية الإرلندية للجراحين الخرجين على إنجازاتهم مشيدا بالعلاقة المستمرة بين الكلية الملكية للجراحين في إرلندا ومملكة البحرين كما هنأ البروفيسور سمير العتوم رئيس جامعة البحرين الطبية الخرجين على نجاحهم معبرا عن امتنانه للأهالي والأصدقاء الذين ساندوهم للوصول إلى هذا الإنجاز فيما أشدت الدكتورة أتراكتا هالبين مسجل جامعة إرلندا الوطنية بجهود الطلاب للوصول إلى هذه المرحلة وخلال الحفل تسلم الخرجون الجوائز من رئيس الكلية الملكية الإرلندية للجراحين ورئيس جامعة البحرين الطبية كما تسلم مشاهدة البكالوريوس من جامعة البحرين الطبية وجامعة إرلندا الوطنية بالإضافة إلى إجازة من الكلية الملكية للأطباء في إرلندا والكلية الملكية للجراحين في إرلندا وحصلت الطالبة البحرينية مريم فريد عاشور الـ 24 عاما على جائزة جيمس فينيكن للطب وجائزة جون ميرفي لأمراض النساء والتوليد وجائزة نيل أوهيغنز للجراحة لتكون أول طالبة تفوز بالجوائز الثلاث كما تم تقديم جائزة المحاضرة السويسري للطب إلى الدكتورة دلال الرميحي استشارية الغدد الصماء في مستشفى الملك حمد الجامعي الجدير بالذكر أنه مع حفل التخرج السابع يكون عدد الطلاب الذين تهرجوا من جامعة البحرين الطبية منذ أول حفل تخرج عقدة في 2010 قد وصل إلى 1100 طالب تقريبا حصلت الطالبة البحرينية مريم فريد عاشور على جائزة جيمس فينيكن للطب وجائزة جون ميرفي لأمراض النساء والتوليد وجائزة نيل أوهيغنز للجراحة لتكون بذلك أول طالبة تفوز بالجوائز الثلاث تابعا ويشرفنا أن تكون معنا الطالبة البحرينية الدكتورة مريم فريد عاشور في الاستيديو بداية نبارك لك دكتورة مريم على فوزك أو كونك أول طالبة تفوز بثلاث جوائز بداية يجب أن نتعرف على ما أهمية هذا الفوز دايك وكيف وصلت إلى هذا التفوق طبعا الفوز اليوم فرحة أقل ما يمكن أني أقول عنه والوصول له ما كان سهل الضريج للوصول له ما كان سهل كان فيه وايد تعب كان فيه وايد مثابرة وجهد وهي مو بس عني أنا عن التسعين طالب اللي تخرجوا معاي وكان فيه كثير طبعا من التوفيق من الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه لأنه بدونه أنا ما كنت أصابة نعم طبعا دكتورة مريم فوزتي بجوائز ثلاثة وهي تعتبر يعني أول مرة طالبة تفوز بهذه الجوائز الثلاث مرة واحدة في أي تخصص تجدين نفسك اليوم يمكن يعني التخصص نفسه ما أقدر أقرره من فيها اللحظة بس من الجوائز الثلاث الأقرب لي شخصيا هي جائزة الجراحة نعم هل تجدين الدراسة في مملكة البحرين تختلف عن الدراسة في الخارج أو أنما يعني كان خلال مسيراتك الدراسية في مملكة البحرين أو في الكلية الإيرلندية كان مشابها للدراسة في خارج مملكة البحرين بصراحة في البداية كنت أظن أن الدراسة خارج البحرين بتكون مختلفة نعم بس أنا اخترت الجامعة لأن المنهج اللي يدرس فيها الأمتحانات فيها مطابقة لما يدرس في كلية الملكية للجراحين في إيرلندا والشهادة في يوم التخرج هي نفس الشهادة يتسلم للطلب هناك وبالعكس كل ما ندمت أني اخترت أني أدخلها في مملكة البحرين دكتورة مريل ولنا نتكلم قليلا عن الدعم الذي يحظى به الطالب البحريني من قبل الحكومة المؤقرة طبعا ماذا يمثل لكم هذا الدعم طبعا أنا طالبة مبتعثة من وزارة تربي والتعليم والحمد لله تخرجت بعد 6 سنوات فدعمهم أكيد شيء أساسي وساعدنا أن ندخل الجامعة ونتخرج اليوم طبعا في ختام هذا اللقاء نريد أن نتحدث عن المشاريع المستقبلية لديك دكتورة مريل طبعا المشاريع المستقبلية حاليا هي سنة الامتياز لأي طالب بحريني متخرج خلالها نشوف كل التخصصات مرة ثانية كأطباء هالمرة وبعدها إن شاء الله يتم اختيار التخصص على حسب المنظور خلال سنة الامتياز نعم في ختام اللقاء نبارك لك مجددا دكتورة مريم فريدة عشور وشكرا لك على هذا اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر